أقيم حفل افتتاح أولمبياد باريس بفقرات استعراضية وغناء واحتفالات وتشارك البعثة المصرية في الأولمبياد بـ 22 رياضة وتقام المنافسات بحضور وفود عديدة من دول العالم لمشاهدة الحدث الرياضي الأهم الذي تصدفه باريس في نسخته الثالثة والثلاثين على ضفتي نهر السين في باريس استفى المشجعون لمشاهدة حفل افتتاح أولمبياد باريس الذي تضمن عروضاً غنائية واستعراضية ورغم الأمطار الغزيرة لأول مرات في تاريخ الدورات الأولمبية يقام حفل الافتتاح خارج ملعب بالأعلام والهتفات حمل أسطول من الزوارق أكثر من ستة آلاف رياضية يتنفسون في سنتين وثلاثين لعبة مختلفة بطول النهر في عرض استمر نحو أربع ساعات بحضور نحو سلاسة مائة ألف متفرق جمال لا يصدق إنه لحفل ساحر كان مذهلا ورائعاً ورغم الأمطار إلا أننا بقين حتى اللحبة الأخيرة لنشاهد حتى النهاية وذلك بحضور مصري حافل سواء بالألعاب الفردية أو الجماعية مع آمال كبيرة بحظ ميداليات متنوعة وتشارك البعثة المصرية في الأولمبياد والتي تعد هي الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا بإسنتين وعشرين رياضة وخلال حفل الافتتاح حظ الزيو المصري بأعجاب الجميع من حيث التصميم والشكل النهائي حيث تمكن من الحصول على المركز الخامس عشر على العالم كأفضل تصميم من إجمال مائتين وخمس دول مشاركة في دورة الألعاب بحسب منصة طيم كابسل الشهيرة وخلال المنافسات المقامة خلال الفترة من السادس والعشرين من يوليو الجاري وحتى الحادي عشر من أغسطس المقبل سيظل المرجل الذي أشعلته الفرنسية ماري جوزي الحائزة على سلاس زهبيات أولمبية ومواطنها تيدي رينير مشتعلا لقد كان جيدا حقا لم أكن أتوقع أن يكون الأمر على هذا النحر لقد كان أمرا رائعا كانت المرة الأولى في باريس لذا فعل ما هو مطلوب لإظهار أفضل ما لديهم أمام الجميع على المستوى الدولي وكل شيء عروض استعراضية وغناء وركصات وروح الرياضية تسيطر على المنافسات بجميع الألعاب بحضور وفود عديدة من دول العالم لمشاهدة الحدث الرياضي الأهم الذي تستضيفه باريس في نسخته الثالثة والثلاسين